أهلا بكم استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وفدا من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس برئاسة غبطة البطريارك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين حيث أكد جلالته موقف الأردن الثابت في دعم صمود كنائس القدس في حماية مقدساتها والحفاظ على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة وعلى موقف المملكة الثابت في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والذي يحترم العيش المشترك وإدارة الكنائس لممتلكاتها من جهتهم أعرب رؤساء وممثلوا الكنائس في القدس عن تقديرهم الكبير للدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم المجتمع المسيحي في المنطقة وخصوصا في القدس والذي يعزز من صمودهم ويساعدهم في الحفاظ على ممتلكات الكنائس والتصدي للتحديات التي تواجهها جراء الممارسات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة